اشهد فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جبوتي بمسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه اللورع والتي عززت من مكانة المملكة في مختلف المجالات وجعلتها نموذجا رائدا يحتذا به جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجبوتي في العاصمة الجبوتية سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث ثمن رئيس جمهورية جبوتي جهود جلالة الملك المعظم في دعم وتعزيز التضامن العربي وحماية الامن القومي العربي مؤكدنا ان مملكة البحرين تتبنى سياسة خارجية متزنة في ظل العهد الزاهر عززت من حضورها الفاعل في محيطها العربي والاقليمي والدولي وقال رئيس جمهورية جبوتي ان مملكة البحرين شهدت في العهد الزاهر نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا مهما واستطاعت ان تؤسس منية اقتصادية حديثة ومتنوعة في مختلف المجالات ما جعلها تتبوأ مكانة عالية على المستوى العربي والاقليمي والدولي مؤكدنا ان الحياة النيابية في مملكة البحرين تعزز المسيرة الديمقراطية وترسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات ضمن منظومة دستورية وقانونية وتشريعية وتشريعية ومؤسسات وطنية فاعلة وثمن رئيس جمهورية جبوتي السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين برئاسة سمول العهد والتي عكست الرؤى الملكية بشكل فعال في ترسيخ علاقات اخوية قوية ومتميزة مع كافة الدول وخاصة الدول العربية